بدأت. طيب هو عافية صوت صوت ولا نعم? صوت كويس. هو عافية صوت بس خفيف جدا يعني. بس تمام ما بول. طيب. انا برضو سمع نفسي جدا. كده كويس. تماما مش ماندز. طيب. طيب. هو الاول انتو كزا حد قالني على السؤال التاني. حابين نبدأ من عنده ولا حد يعني عنده مشكلة قبل كده. والسؤال التاني تريد انه في المشكلة عشان كان فيه محاضرة ساعتها في النفس اللي معايت. ما عرف تشركز فيه الصورة. طيب خوص طيب. طيب. ممكن بس السؤال ده وفيه جزء اللي بيبقى قبل الاسمبل لانجوج. اللي هو بيبقى اللاين والحاجات دي. ممكن حدك تشروح الجزء ده شوية انه سعى مش فاهم وخالص. طيب. طيب. اللي هو بيبقى قبل الاسمبل لانجوج على طوب. طيب. من اول هنا كده. اه. من اول الاريا ومنائي وكده. طيب. نبدأ من الاول. هو الاريا والرسات والحاجات دي دول كلهم اسموهم اسمبلر ديريكتب. يعني ايه? يعني هي حاجات انا بكلم بيها الاسمبلر اللي هو هياخد الكود الاسمبلي بتاعي ده ويحولوا لمشين لانجوج او ابجيكت كود اللي هما زيلوا دوانز يعني في الاف. فالحاجات دي مش انستراكشن. يعني مش اد واند وسبتراكت وكده. دي مش انستراكشنز مش اسمبل انستراكشنز يعني. لأ دي مجرد يعني زي كلام بيني وبين الاسمبلر بقوله واخد بالك ده الجزء بتاع الرسات. ده الجزء اللي انا هعرف فيه الداتا بتاعتي. بعد كده من اول ما اقوله هنا كود فاخد بالك هنا هيبدأ الانستراكشنز اللي انت هتنفزه. كده يعني. كأني بنظم له الكود شوية وبفاهمه كل فايل بتاعي في ايه بالزبط. فاول واحد ده. ده الجزء بتاع الرسات. يعني اول ما ما يحصل باور اون او البروسيسور يبدأ يشتغل او في اي وقت انا هدوس رسات في الزرار بتاع يعني فيه على البورد بتاعت التيفا فيه زرار رسات. واحنا برضو جوه الديباج مود في السيشن بتاعت الديباج هنلاقي فيه زرار رسات. فسواء انا دوست رسات او اساسا البرنامج بيبدأ يشتغل اول ما بيبدأ يشتغل بيجي للجزء ده في الكود. طيب الجزء ده في الكود عبارة عن ايه؟ عبارة عن الريسات فيكتورز. ايه الريسات فيكتورز؟ شوية فيكتورز المفروض قبل ما يبدأ ينفذ الكود بتاعي يروح لها هي الاول. طيب نشوف ايه اللي مكتوب هنا. اريا دي بعرفه بداية سكشن جديدة عندي في الفايل. يعني اما اقول له اريا رسات يبقى ده الجزء بتاع الريسات. لما بعد كده اقول له اريا واسميها اي حاجة اي حاجة انا سمتها ماي كونستنت دات ممكن انت تسميها ماي مثلا اي حاجة يعني. يبقى انا باعرفه ان ده جزء من ال data اللي هتكتب في ال read only اللي هو يعني هتكتب في ال rom في المكان في المموري اللي هو read only. طيب اما اعرف له اريا تانية واقول له دي ال variables بتاعتي وهتبقى دي data مش كود وهتبقى تكتب في الجزء read right. يبقى هيعرف ان ده هيحجزه في ال ram في المكان في المموري اللي هو يقدر يعمل عليه read right. اما ايجي اقول له area و my code ودي نوعها code يبقى هيعرف ان دي بداية ال section اللي هيكون فيه الكود اللي هي ال instructions بتاعة ال assembly اللي هو هينفذها والجزء ده read only. يبقى عرفنا area دي بتعرفوا ايه بداية section في الجديد يعني. و read only و read write والحاجات دي دي بعرفه ال access permissions بتاعة الجزء ده يعني الجزء ده read only بس. يعني ال processor اثناء ما هو شغال بينفذ البرنامج مش هيقدر يغير حاجات في الاجزاء اللي انا معرفها له read only. ال instructions بتاعة البرنامج طبعا لازم تبقى read only. ال variables بس هي اللي هتبقى read write لانه هو اثناء ما هو شغال ال processor وهو بينفذ البرنامج هيحتاج يغير ال values بتاعة ال variable اللي اسمه some ده. تمام. يبقى عرفنا a area و a read only. data و code بقى. لما قوله data يبقى دي values انا هدهاله. لما قوله ان ده code يبقى دي ال instructions اللي هو هيبدأ ينفذها او ال constant data اللي هيحطها في ال room زيها زي ال instructions. تمام. ده في حالة لو انا عايزة يبقى عندي constant data موجودة في ال room. ممكن يبقى فيه برنامج تاني انا ما عنديش constant data. كل ال data بتاعتي هتبقى variables عادية. فهتبقى كلها نوعها data وهتبقى كلها read write. تمام كده. طيب ال align دي بقى اللي كل شوية بنكتبها. ال align دي عشان كنتوا وعرفتوا في ال section ان الكود بتاعنا منحتاج ان هو اللي يعمل له alignment سواء 32 bit او 16 bit يعني ايه. يعني انا ما اقول له align كده. يبقى انا بقوله ان لو الحاجات اللي قبل align دي ما كانتش مكملة يعني اخر واحدة فيهم ما كانتش مكملة اربعة بايت كاملين. يبقى انت زود مثلا اتنين بايت فاضين. وكمل لاربعة بايت. ليه? لان الانستركشنز بتاع الاسمبلي المفروض المفروض ان حجمها مثلا كلها اربعة بايت. بس ممكن يكون في انستركشنز منهم حجمها اتنين بايت بس. فمش ينفع بقى يبقى ايه? الكود هو متخزن في الميموري شوية بدء من اول الاربعة يعني مضروب الاربعة وشوية بدء من مضروب الاتنين. لان انا عايزاهم كلهم الادرسيز بتاعاتهم مثلا تبقى بدء من ادرسيز هي يعني مضروبات الاربعة او اربعة في حاجة يعني. فالاين دي بتعمل الاربعة للكود جوه جوه الارب. لما يتخزن في الارب. يبقى انا هنا بقوله لو الاسمبلي اللي قبلي ما كملش الاربعة ده انت مسلا نزود اتنين بايت او اربعة بايت او مهم خليه الاربعة. يعني يبقى كل الانستركشن او كل داتا خزنتها تبقى تبدأ من بداية من بداية اربعة. يعني كل الادرسيز بتاعتي تبقى اخر توبيتس فيها بزيرو. لو كتبت قدامها اتنين يبقى انا بقوله اعمل على توبيتس بس. لكن لو ما كتبتش حاجة او كتبت اربعة هي هي يعني. تمام لحد دلوقتي. لو يعني احنا النهاردة داخلينا عشان نفهم كل حاجة يعني لو في حاجة انا بقولها ومش واصلة يعني اعرفوني عشان احاول اقولها بطريقة تانية مثلا. تباش مهندسة هو ايه الفكرة ان هي مكتوبة مرتين يعني. طبعا هي مش فكرة يعني اولا ممكن اشيلها من هنا او اشيلها من هنا. الفكرة هنا برضو ان انا قبل ما ببدأ السكشن الجديد بابقى عايزة ان انا قبل ما ببدأ السكشن الجديد ابقى بدقة من الادرس صحيح. يعني انا عايزة بكل الادرس اللي ابدأ منها بداية سكشن او بداية تبقى اخر تو بيتس فيها زيرو. يعني يبقى الادرس بتاعي يقبل الاسم على اربعة. تمام? فانا هنا احتياطا قبل ما ببدأ سكشن جديد فبقول له اعمل يعني لو كم محتاج مثلا تو بيتس عشان تخلي السكشن الجديد يبدأ من بداية ادرس اخر تو بيتس فيه زيرو فانت زودتو بيتس دول. ماشي ملسى انها لو كتبتها في اول اسكشن او في اخر وعادي? عادي. تمام. تمام. طيب. يتقال تاني? هو ايه معنى يعني اكسبورت فيكتورز? تمام دي لسه ما قلنا هاشي. ايه بقى اكسبورت دي? لما يكون في عندي اي حاجة في الكود بتاعي عايزها تبقى اكسيسابول من برا الفايل اللي انا كتبا دا يعني فايل تاني او مثلا يعني اي حد يقدر يعمل لها اكسيس من برا الفايل بتاعي ده اعمل لها اكسبورت. اما احط اكسبورت كده واحط لابل لحاجة سواء اللابل ده بقى كان يعني فيكتورز او اللابل ده كان مثلا اسم اه باريابل عندي او هنشوف اللابل ده لابل انا هحطه عند جدايتي الكود مثلا ده انا عايزها يبقى اكسيسابول من برا الفايل. يعني اي حد من برا الفايل يقدر يأكسيس المكان ده. اكتب اكسبورت واكتب اسم اللابل ده. طيب انا ليه فيكتورز اللي هي اللي بتعبر عن الريسات فيكتورز دي محتاجاها تبقى اكسيسابول من برا لان اللينكر لما بيجي يبدأ يشتهل عايز يشوف في فيكتورز دي عشان يخلي يعني يروح الاول عندها لو فاكرين في اللاب كنا قلنا ان هو بيروح ياخد الفايلة اللي انا مديها لديلي يحطها عندها ادرس بمميموري. ليه بيحطها عند ادرس بمميموري لان انا قيل ليه دي سي دي دي بيعرف الاسمبلر بيقول له اييه بيقول له احجز ارباع بيت في المميموري وحط فيها الفايل دي فهو اللينكر لما يجي هنا في قول الرسالت هيروح شايف dcd فيروح يحجز4 بايت في الممري وعرف ان الرسالت ده هيبقى هنروح في الرام في أدرس zero فيروح في ادرس zero يحجز 4 بايت ويحط فيها Ul-value و بعدين يحجز 4 بايت تانين ويحط فيها peque الشهر اللي بتقابل الل tribal ده يعني ده井-tlebell برضو موجود في الكود أهو كممكن أسميه حاجة تانية يعني غير سيت هندلر هو لابل يعني فهو بيشيل اللابل دا ويحط الأدرس بتاعه طب إيه اللابل دا وإيه الأدرس بتاعه ده اللابل اللي أنا بحطه عند بداية الانستركشنز بتاعتي يعني دي الانستركشنز بتاعتي اللي هي بداية البرنامج بتاعي اللي هو البروسيسور هيبدأ ينفذ من هنا طيب آنا ليه بقى بقى عايزى الادرس بتاع بداية البرنامج بتاعي يتحط في تاني ليكيشن في الممورى أو تاني أربع بايت في الممورى لأن احنا عارفنا برضو في الشيط الأولاني غالبا كان فيه سؤال بيقولك إيه اللي بيحصل أثناء الريست فاللي بيحصل أثناء الريست إن أول أربع بايت في الروم بيتحطوا في الستاك بوينتر والأرباح بايتس اللي بعديهم بيتحطوا في program counter طيب program counter ده ايه? ده الرجستر اللي البروسيسور بيبس فيه عشان يعرف الادرس بتاع الانستركشن اللي هينفزها فعنا لما حط الادرس ده في program counter ييجي البروسيسور يبس على program counter فيلاقي الادرس ده فالبروسيسور يعرف ان هينفز البرنامج بتاعي من أول بداية الانستراكشن متاعتي تمام كده لحد دلوقتي. طيب مش وانس بس ما عليش وقال ايه برضو مش وصلاني ما عليش يعني ما حد بيعمل مسلا فايل تاني وعايزة لينك بين الاتنين ولا اللينك في نفس الفايل. لأ يعني حد من برا الفايل ده من برا الفايل بتاعنا اللي احنا كتبين فيه الكود يعني ولنفرض احنا احنا البرنامج بتاعنا دلوقتي فيه فايل واحد. ولنفرض مسلا كان فيه فايلز تانية. وانا عايزة في الفايلز التانية دي مسلا استخدم كنت عاملة الكود بتاعها هنا. فخليه export. ده مش موجود في الحالة بتاعتنا بس مسلا موجود في الحالة بتاعتنا مسلا عملنا export مسلا للرسيت هاندلر برضو. ليه عملنا export للرسيت هاندلر؟ لان هو ده اللي اللي عند بداية الكود بتاعي اللي انا عايزة يشوفه عشان يعرف انه هو ده بداية الكود. فعشان كده خليته export. export يعني اي يعني حد بره الفايل يقدر يشوفه يعني. شكرا مش ماندرس. ماشا فيه افتاني export فيه قبلها كلمة entry دي بتضل عليه. entry دي دي يعني ممكن نشيلها. يعني مش مهمة. هي بس بتعرف زي برضو بتعرف الاسمبلر انه هو دي الانتري بوينت بتاعت البرنامج. كنا قلنا في السي الانتري بوينت هو عارف ان كلمة مين او الفونكشن بتاعت المين هي دي الانتري بوينت. هي دي اللي بيدور عليها عشان يبدأ ينفذ البرنامج. فانا هنا بقوله برضو الانتري بوينت بتاعتك عند اللابل اللي هو الريسيت هاندلر ده. تمام? كم ممكن تشيلها? لان انا لان انا قريدي حطى الادرس بتاع الريسيت هاندلر ده حطيته هنا في البرو جرام كاونتر. او حطيته في تاني مكان في الروم وهيتحط في البرو جرام كاونتر. فانا مش محتاجة اقول له ان دي الانتري بوينت بتاعتك يعني. تمام شكرا. تمام. حد عنده سؤال تاني? كونترسة يعني معلاش الاكسبورت فيكتورز حاجة تقولي ان لو حد عايز يعمل اكسز من بره الفايل للجزء ده. صح? بالزبط. طب اهو. بعد كده يعني مفروض في الفايل اللي هو هيشتغل فيه تاني الفايل التاني يعني هيعمل ايه عشان يعمل اكسز يكتب ايه يعني? يكتب امبورت بقى حتى. امبورت فيكتورز. بالزبط. لو هو محتاج الفيكتورز معك. لو هو محتاج حاجة تاجة هيكتب امبورت واسم الحاجة بقى. ماشي. ماشي. في الجزء ده ممكن هتقولي بالزبط ايه اللي هيتعمل له امبورت يعني يعني. يعني اللي هو دي سي دي و دي سي دي وانلاين الجزء ده بس? ولا الباقي كمان? لا. الحاجات اللي هي تحت اللي بتاع اللي بتاع فيكتورز بس. اللي هي دي سي دي اا زيرو اكس اا الفين. بالزبط. تمن تلاف صح. والدي سي دي اللي بعدها والله اريد. بالزبط كده. طب حد عارف ده ايه ده الادرس ده عبارة عن ايه? احنا قلنا ده اللي بيتحط كإنيشيال فاليو في الستاك بوينتر طب هو ايه يعني عرفته في المحاضرة ان الستاك دي بتبقى في اخر الرام تحت وان احنا كل ما بندخل فيها حاجة فيعني كل ما بنعمل بوش لفاليو جديدة في الستاك فاحنا بنطلع ادرس لفوق ونبوش فاليو جديدة فعشان كده الانيشيال فاليو بتاعت الستاك بوينتر دي دي اللي هي بعد نهاية الستاك باربعة بحيث اول مرة هاجي ابوش فاليو جوه الستاك هنقص من الادرس ده اربعة وايه واحط الفاليو بتاعتي تبقى انا كده حطيت فاليو في اخر مكان في الستاك لو انا هحط فاليو حجمها اربعة بايت مثلا مش احنا عارفين الرام بتاعتنا بتبدأ من الادرس اللي هو 0x2 كله صفر وحجم الرام بتاعتنا تقريبها اثنين وثلاثين كيلو فاحنا لو حسبناها هنلاقيها ان هي بيبقى اخيرها عند سبعة اللي هو الرقم ده ناقص اثنين وثلاثين بيت بالزبط تمام كده باش ما نسمع لاشتب فيكتروز لما اجعل امبورت يا كده معناها ان يعني مثلا الفرق المبين الاتنين دول ده كده يعتبر ان انا بافصل ما بين الجزائه دي وجزائه دي طيب بص انا هقول لك حاجة يعني احنا مش هنتعامل مع الامبورت اساسا دلوقتي وغاليرا مش هنتعامل معها قدام بس هو انا يعني اللي انا عايزاك تعرفه ان هي كلمة اكسبورت دي فايدتها ايه يعني لو جربتوا مثلا في السي خلينا مثلا نادي مثال عليها في السي مش احنا لما بنعمل جلوبال فاريابل فوق بره المين وبره الفونكشنز بنقول ان الجلوبال فاريابل ده الاسكوب بتاعه البرنامج كله يعني اي فايل جوه البرنامج بتاعه يقدر يعمله اكسس صح؟ تمام انا بقى لما اجي هنا في الاسمبلي اكسبورت دي شبهها كده شبه الجلوبال انا لما اجي يعني سيبك من الفيكتورز لما اجي مثلا لو جيت عند فاريابل الاري ده مثلا او صم وخليت وعملت يقول لي اكسبورت او مثلا او مثلا او كان عندي فونكشن مثلا وعملت لها اكسبورت الفونكشنز برضو هيبقى ليها لابل فلو عملت اكسبورت للابل بتاعها يبقى اذا انا بقول ان الفونكشن دي او الفاريابل ده هو اكسس بول لأي فايل جوه البرنامج بتاعي تمام تمام والرسات هندلر دي يعني دي تقوم مقام المين في السي يعني المين في السي لازم تبقى اكسيسبول برضو من بره البرنامج علشان هو اساسا البرنامج عايز يشوفها ويبدأ الاسكيوشن من عندها علشان كده احنا الرسات هندلر دي اللي هي بديل السي عندنا في الاسمبلي لازم نعمل لها اكسبورت تمام 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 شكرا عفو طيب حدد عنده سؤال في الحاجات اللي بنكتبها في الاول دي يبقى احنا عندنا في الاول جزء من نحط فيه الريسات فيكتورز يعني برضو معلومة هي الريسات فيكتورز دي اساسا لو احنا بنعمل كريات بروجيكت لو فاكرين كان بيسألني انت عايز تقابل لستارتب فايل ولا لأ واحنا قلنا له لأ وقلنا ان احنا في اول كام لاب مش هم بنعمل قابل لستارتب فايل الستارتب فايل بقى هو اللي فيه الفيكتورز دي بس بيبقى فيه فيكتورز طبعا كتيرة تانية غير الاتنين فيكتورز الاساسيين اللي احنا حطناه دول اهم اتنين فيكتورز البرنامج مش هيقدر يعني البروسيسور مش هيقدر يبدأ اكسيكيوشن لو احنا ما حطناهو مش لكن علشان البروسيسور بقى يقدر يكسيكيوت اي برنامج في الدنيا يعني فعشان كده لكل نوع بروسيسور بيبقى ليه ستارتب فايل والكايل نفسه بيسألك لو انت تحب تعمل له كابي في البروجيكت بتاعك او لا تمام كده حد عنده اي سؤال في الاجزاء اللي في الاول دي قبل ما نبدأ في الامستركشنز العادية بتاعتنا اوه مايش مش من اسئل الاري دي بتعتبر حاجة مثل زي لايبيراري ولا ايه بس انا ببعرف الاري لا لا مش لايبيراري لا الاري دي انا بعرفه ان الجزء ده من الفايل فيه كزا بس يعني اكني بقسم الفايل بتاعي بنظم له الدنيا بس بقول له الجزء ده من الفايل انا حطيت فيه الاريابلز التعتيلي الجزء ده من الفايل هو اللي فيه الانستركشنز اللي البروجيسور هينفزه الجزء ده من الفايل اللي هو فيه الريسيت فيكتورز كده يعني يعني الاري دي عملية نظمية مسلا يعني تمام طيب نرجع للسؤال بتاعك ويتش انتو حد عنده اي اي سؤال قبل ما نبدأ هنا مش مهندسة او الاري سيت هندو قدمش بتحط فيه الادرس بتاع اول مكان في الفايرناميك اه بس هوه في اول لاب كان فيه تسعة وهو اصلا كان اول مكان كان تمانية انا مش عارف ليه او ليه بقى لان زي ما قلنا احنا عايزين نعمل يعني اول مكان تمانية ده علشان هو عايز يبقى الحاجة يبقى اخر اخر حاجة في الادرس اخر بيت في الادرس بزيرو يعني يبقى رقم ايفن لو اخر بيت في الادرس بزيرو يبقى رقم ايفن فهو لو يعني ما كانتش مظبوطة عند الريسيت هندلر فهو بيزبطها يعني يعني افهم اصلي لما يجي في البرجرام كاونتر بيزبطها انه هو ينقصها ويزويتها صحيح جده اه اه طب اقول ليه ليه الانستركشن تبقى ماشية اثنينات في الامناء ما اعمل دبوج ليه لان هي احنا شغالين بانستركشنز نوعها سمب انستركشنز فالسمب انستركشنز دي حجمها اثنين بايت بس اه طبعا شكرا برضو ممكن نكتبه فوق قبل بداية الكود خالص اللي هو الصمب ده اللي هو احنا نعرفه ان احنا شغالين بالصمب انستركشنز بس لو ما كتبناهوش ثانية واحدة لو ما كتبناهوش هو باي ديفلت بيبقى فاهم ان دي صمب انستركشنز يعني احنا كنا دائما نصنع بنخليها لها بيزيب بي سي بلاس فور عشان كلا كانت غريبة شوية احنا كنا بنخليها بيزيب بلاس فور باعتبر يعني ان كل انستركشن حجمها اربعة اه بالضبط حتى في السيكشن بنقام كده لو نجل اعمل مثلا تاريسا او حاجزة كده تمام هو يعني هو فيه منهم بيبقى حجمهم اتنين وفيه منهم بيبقى حجمهم اربعة هو بيشوف يعني احنا ممكن في الشرح يعني ما جازا نقول ايه ان كلهم اربعة عشان نوحد يعني بطريقة تفكيرنا يعني فهم اصلي اه اه تمام حد عنده سؤال تاني هنا طيب في السؤال التاني في الشيط احنا منتعامل مع الاريس اللي هي 2dR فلو حبينا يعني نبص الاول على ال 1 يعني الاري اللي هي 1d نشرح عليها الفكرة سريعا علشان لو فهمناها كويس على ال 1d هيبقى اسهل ان احنا نطبقها على 2d تمام لو قلنا سريعا الاري عموما هي ايه هي data structure او حاجة انا بجمع فيها شوية values ليهم نفس ال data type يعني مثلا هنا قال لو انا عايز حاجة احط فيها درجاتي في المواد المختلفة فدرجاتي في المواد المختلفة كلهم ليهم نفس ال data type فعايز اجمعهم مع بعض في حاجة فحطوهم في الاري وسميها مثلا مارك والاري بتاعتي دي انا اللي بدلها لصيز يعني انا مثلا لو عندي خمسة كورسز فهقول ان الصيز بتاعها خمسة طيب والاري بعمل لها access ازاي في السيء يعني بقدر اوصل لاي element منها ازاي باستخدام ال indices بتاعتها يعني كل element في الاري او كل item في الاري بيبقى ليه index والindices بتبدأ من zero انا عايز اكسز اي واحد فيهم سواء اقرى منه value او اسettle value بتاعته باستخدم ال index بتاعه شوفوا هو عند مثلا انا عايزة ست اللي هو الاخر element ده فهو عند index اربعة فهستخدم اقول mark of اربعة واقول بتساوي zero يبقى انا كده عملت له ست مثلا بزيرو طيب يبقى هو fill c اللي شكلها logical في السيء الاري بيبقى عبارة عن اماكن ورا بعض فيها items ال items كلها ورا بعض وال items دول عشان استخدمهم بستخدم ال index اللي هو اوي عشان اوصل لاي item فيه طيب في الاسمبلي بقى في الاسمبلي ما عنديش index انا بس معايا ال biz address بتاعها يعني ايه ال biz address بتاعها يعني اول address لأول element فيها هو ده اللي معايا معايش بقى index اقدر اقول مثلا ال re of 5 فاوصل لل item رقم 6 مثلا على طول يعني معايش index استخدمه عشان اوصل لل items المختلفة معاي ال biz address بعمل ايه انا بقى بحسب offset اجمعه على ال biz address عشان اوصل لاي item فيه يعني لو انا عند اي يعني ال re of i اي item عموما يعني في ال re انا محتاجة احسب هو يبعد قد ايه عن ال biz address واجمع ال offset ده على ال biz address فاوصل للأدرس بتاعه لان احنا في الاسمبلي شغالون بالأدرسين طيب هاعرف ازاي هو ايه ال offset ده بكام في ال one d array الدنيا سهلة ليه لان هي كل ال انا عندي شوية elements كلهم متخزنين ورا بعد في الميمو فانا لو معايا counter بيقول مثلا انا عدت على كام واحد ونفرض oi يبقى هاخدوا الاي ده اضربه فاربعة يبقى ده عدد ال items اللي انا عدت عليهم او ال items preceding يعني السابقة اجمعها اضربها قصدي في حجم كل item فيهم اللي هو في حالتنا مثلا اربعة وبعد كده بقى انا جبت ال offset لو جمعتوا على ال biz address اقدر اوصل للادرس بتاع ال item اللي انا عايز زادة لحد هنا مفهوم يبقى في السي انا بعمل ايه لما كان في السؤال الاولاني كنت عايز اجمع العشرة items بتوع ال array يبقى هعمل full loop بتعدي على العشرة items وباستخدام ال index هجيب كل item منهم وجمعهم في variable مثلا اسمه some انما في ال assembly بقى عشان اعرف اجيب اي item منهم يبقى هحتاج ايه هحتاج ال biz address بتاع ال array اللي انا حطيته في R zero ده اجمع عليه اه اجمع عليه ايه بقى هجمع عليه offset ال offset ده هجيبه منين؟ هجيبه من ان ال i اللي هو اللوب كاونتر ده اللي هو R4 اللي هو بيعبر عن اللوب كاونتر اضربه في 4 عشان كن يضربته في size بتاع كل item واجمعه على ال biz address يبقى انا كده جبت ال address اللي انا عايزه اللي انا عايزاه دلوقتي والايتم ده بقى احطه في R3 وبعد كده ال R3 دي اجمعها على الصم لحد كده تمام؟ تمام تمام احنا بقى هنحاول نعمل نفس الفكرة على ال 2D array اللي هي الماتريكس اللي احنا كنا شغالين عليها في اسألة التانية طيب ال 2D array دي عبارة عن ايه؟ لو فرضنا مثلا عندنا array x و 3 و 4 ده معناه ايه؟ معناه ان array x دي فيها 3 items وكل item منهم ليه index برضو 0 و 1 و 2 بس كل item منهم هو عبارة عن array تانية وفيها 4 items وبرضو كل item منهم ليه برضو index يبقى كل item هيبقى ليه index هو في ال row الكام وكل item هيبقى ليه index هو كمان في ال column كام فحنا عشان نسهلها شوية بنفكر فيها كناها matrix يعني والرقم الاولاني اللي هو في القصين الاولانين دول بيبقى عدد ال rows والرقم التاني بيبقى عدد ال column طيب احنا بقى في الكود في السي هنتعامل معها ازاي؟ برضو هنتعامل معها بال indices زي ال array العادية بس هيبقى عندنا index لل row و index مختلف للكول وفي اي وقت هقول مثلا a of i og يبقى انا اقصد يعني عند ال row i وعند ال column j هات ال element او ال item الفلاني طيب في ال assembly بقى انا ما عنديش indices عندي بس ال base address بتاع اول element وبقية ال items يعني متخزنين ورا بعض في الماموري متخزنين ازاي؟ ال items بتاعت ال row الاني الاول ورا بعض بعد كده ال items بتاعت ال row التاني بعد كده ال items بتاعت ال row التالت وهكذا طيب انا مثلا عايزة item اي item مثلا ونفرض a of 2 و 3 ده هوصل له ازاي بقى في ال assembly وانا ما عاييش بقى indices اقول له روح عند ال row 2 عند ال column 3 هات ال item الفلاني ما عنديش ال indices دي انا بس معي ال base address بتاع اول واحد ده يبقى هعمل ايه؟ يبقى برضه بنفس الطريقة هحتاج اجمع offset على ال base address ده يوصلني لحد ال item اللي انا عايزة ده طيب ال offset ده بقى اجيبه ازاي اللي انا هاجمعه على ال base address ويوصلني لحد هنا لحد الجزء ده محتاجة اشوف ال row's اللي قابلي كان قابلي فيه cam row واضربها في size بتاع ال row يعني انا مثلا هنا كان قابلي فيه اتنين روز يبقى هاخد اتنين دي واضربها في كل row فيه cam item اللي هم في حالتنا هنا اربعة يبقى هاضرب اتنين في اربعة وبعد كده اجمع عليها cam item يعني cam item في ال row بقى اللي انا فيه دلوقتي يبقى الاول هاضرب اللي اتنين في اربعة تبقى بتمانية وبعدين اجمع عليها التلاتة دول تبقى احداشر يبقى ده ال offset اللي بيني وبين ال base address اجيب ال 11 دي بقى واضربها في size بتاع كل item اللي هو في حالتنا اربعة يبقى كده هجيب ال address بتاع ال element اللي عليه دول ده يبقى احنا هنعمل ايه؟ عايزين نحسب ال offset ده عشان نجمعه على ال base address ال offset ده اجيبه ازاي اشوف كان قبلي كم item لحد ما وصلت هنا وبعد كده اضرب عدد ال items دول في ال size بتاع كل واحد فيه طيب عدد ال items ده اجيبه ازاي اشوف ان دلوقتي في ال row الكام واضربه في ال size بتاع ال row ده لان والمفرد الماتريكس بتاعتنا M في N فال M ده المفروض اضرب في N معلش يبقى مفروض هنا هضرب في N واجمعها على انا في يعني ال column رقم كام دلوقتي تمام كده؟ ليه خدت ال row على طول لان هنا هيبقى ال row ب zero هنا ال row ب واحد هنا ال row ب اتنين فانا لما كنا عايز ال item ده ثانية اهدا لما كنا عايز ال item ده فانا دلوقتي ال row بيساوي اتنين ولكولوم بيساوي كام؟ هنا column zero كولوم واحد كولوم اتنين الكولوم بيساوي تلاتة فانا لو خدت اتنين دي يبقى اتنين دلوقتي بتعبر كان انهي ال row قابلي او بتساوي كان قابلي كام row فلو خدت ال row دي ضربتها في N اللي هو حجم كل row وبعد كده جمعت عليها التلاتة بتاعة ال items اللي كانت قابلي في ال row الحالي يبقى انا كده جبت عدد ال items اللي بيني وبين ال base address بعد كده اضرب عدد ال items بافة اربعة يبقى كده جبت ال row اللي لو جمعته على ال base address اوصل لل address بتاع ال item اللي انا عايزين تمام كده لحد دلوقتي؟ تمام؟ تماما مش من داس حد عنده مشكلة لحد دلوقتي؟ لو في اي حد عنده مشكلة يقول قبل ما نكمل او لو ما يعني كده ما عرفتش اوصل هالجو كويس يعني طيب يبقى احنا في ال C كنا من نعمل ايه؟ كنا من نعمل ايه؟ هنحتاج اتنين for loop جوه بعض ليه؟ علشان الفور loop الاولانية هتعدي على رو رو والفور loop التانية هتمشي جوه كل رو تعدي على item item جوه الرو ده ونفرض مثلا ان احنا عايزين نجمع برضو نفس الفكرة بتاعت السؤال الاولاني ان احنا بس هنجمع ال values اللي جوه ال 2D array دي هنجمع ال values من 1 ل 16 يبقى محتاجين for loop من برا تعدي على رو رو جوه كل loop من ال for loop اللي برا عايزين for loop تانية تعدي على ال items اللي جوه كل رو تعمل ايه؟ تاخد كل item وتجمعه على الصم احد مش واخد باله ليه؟ احنا احتاجنا نعملها اتنين for loop جوه بعض ممكن التاني معاش تمام احنا ال 2D array دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن روز وجوه كل رو فيه items يعني فكر فيها ان احنا عندنا حاجة فيها روز كتيرة فاحنا محتاجين loop تعدي على الروز دي واحد والتاني والتالي تلف على الروز دي تمام؟ لما ادخل بقى كل رو منهم انا محتاجة اعدي على كل ال items اللي جوه كل رو يعني انا مثلاً دخلت الرو الاولاني خلاص لابق انا محتاجة في for loop تانية تعديلي على كل ال items اللي في الرو ده عشان انا في الاخر هدف ايه هدف؟ ان انا اعدي على كل ال items اللي في ال 2D array دي كلهم كلهم كده اعدي عليهم كلهم وجمعهم كلهم فانا عشان اوصل ان انا اعدي عليهم كلهم محتاجة فورروب الأول تعديلي على كل رو من بره أنا عندي أربعة روز يبقى أنا عايزة أعدي على الأربعة طيب كل رو أنا دخلت جواه خلاص لما أدخل جواه كل رو محتاجة فورروب تانية تمشيلي على item item جواه الرو ده وتاخده وتجمعه تمام كده تمام تمام طيب في الأسمبل بقى احنا قلنا ما عندناش بقى indices وكده احنا عندنا base address base address قدر أعمل يساوي ايه كده فاجيب ال base address بتاع array اللي هاته دي array دي وحطته في R0 طيب أنا معي ال base address ده وعايز أوصل لأي element جواه يبقى أنا محتاجة أجمع على ال base address ده offset والoffset ده اللي هو عبارة عن عدد ال items اللي قابلي مضروبة في أربعة اللي هو ال size يبقى أنا عشان أجيب أي item من ال array اللي هي اسمها A دي هستخدم ال offset base address بتاعها اللي هو موجود في R0 وهجمع عليه offset مضروب في ال size بتاع كل item هجمع عليه عدد ال items مضروب في أربعة اللي هو ال size بتاع كل item يبقى احنا عايزين R6 دي يبقى فيها عدد ال items اللي قابلي يبقى أنا هجيب عدد ال items اللي قابلي ده ازاي ازاي قلنا ناخد الأول ال index اللي بيعدي على ال rose اللي بيعدي على رو رو اللي هو في حالتنا ده ال i اللي هو كان موجود في R4 واضربه في حجم الرو ده الرو ده فيه كم item اللي هو احنا كنا حطينه في R2 ال size كنا حطينه في R2 يبقى انا هاخد R4 اللي هو بيقول انا في الرو رقم كام واضربه في size اللي هو موجود في R2 وحطه في R6 يبقى انا كده جبت كم item في الروز اللي قابلي عايز اجمع عليها بقى كم item في الرول اللي انا في ده يبقى نفس ال R6 ده هاجم عليها الجي اللي هو بيلف على ال items اللي جوه الروز واللي هو هيبقى بيعبر عن انا في ال item رقم كام في الرول حالي ده هاخده واجمعه على عدد ال items اللي انا جمعتها في الروز اللي فوق ايا وحطه برضه في R6 يبقى R6 دلوقتي هيبقى فيه كل items اللي من اول بداية ال array لحد ال item اللي انا عايزها دلوقتي اخد ال items دي بقى اللي هي ال preceding items دي واضربها في ال size بتاع كل item واجمعه على ال base address يبقى كده جبت ال address اللي عنده ال item اللي انا عايز اعمله load في ال R3 وبعد كده اجمعه على الصم اللي هو في ال R1 لحد هنا تمام؟ او حد عنده سؤال؟ طب لو مش تمام قولولي ونقول تانية ونقول بطريقة تانية يعني انا دايما بتعمل مع ال answer اللي قابلي يعني مع رقم اللي قابلي في ال R3 فبعمل LIFT SHIFT LOGICAL باثنين صح؟ لا LIFT SHIFT LOGICAL باثنين دي فايدتها ان انا بضرب في ال 4 اللي هي size او size او او يعني LIFT SHIFT LOGICAL دي او او اللي هي LIFT SHIFT LOGICAL دي طبعا طبعا يبقى انا ببقى عايزة في ال ASIT بي اوصل لاي اوصل للعدد ال item اللي قابلي ويحطوه في R6 بعد كده R6 ده لما اضربه في size بتاع كل item يبقى انا كده جبت ال off set اللي بيني وبين ال base address اللي لو جامعته على ال base address يبقى انا كده جبت ال address بتاع ال item الحالي اللي انا عايزة بالوقت وصلت او لا ولا لسه نحاول نقولها بطريقة ثانية محد يرد علي طيب ماشي ماشي ماندوسك لا مش عايزة يعني مش عايزة تقول لي ماشي لو في مشكلة يعني احنا داخلين النهاردة عشان ما يبقاش حد عنده مشكلة فلو حد عنده مشكلة يقول ونحاول نتطلق طيب وحايم ممكن يعني تمشي في الكود كده من البداية وناخده جز جز طيب طيب اصدق الكود ده ولا نجيبي الكود بتاع السؤال نفسه لا اللي هو الكود الاسمبلي اللي قدامنا طيب الكود الاسمبلي اللي قدامنا ده بيعمل ايه؟ سيبك من يعني طب ماشي خلينا نقول اول سطل ده بنستخدم دايريكتب اللي هو اسم اكوال ده يعني اكوال ده مش مش برضه دايريكتب زي دي سي دي وزي وزي الاريا وزي الحاجات اللي قلناها قبل كده هو زي بالزبط هو بالزبط بيعمل نفس اللي بيعمله في السي يعني انا لو عملت هاش دي فاين سايز عشرة يبقى انا كده في السي هل كتبت سطر كود دي يقول ان السايز اكوال عشرة؟ لا انا قلت له ان انت قبل ما تعمل كومبيل اعدل على كل كود بتاع السي بتاعي ده وشيل كل كلمة سايز وحط بدلها عشرة والكمبيلر لما يجي يبدأ يشتغل مش هيشوف السايز دي هيشوف العشرة بدلها يعني احنا برضه هنا في الاسمبلي لما قلوا السايز اكوال عشرة دي هنشوف دلوقتي في الدباج لما يجي ابدأ دباج هلاقيه بيبدأ على طول من السطر اللي تحتها اللي هو اول انستركشن فعلا لان اكوال دي مش انستركشن او اكويت دي هو بس اكنه بيقولك ان اللابل ده مكان ما هتلاقيه في الكود وحط مكانه عشرة تمام كده تمام يبقى بداية الكود بتاعي من عند لود الرجيستر دي من عند لود الرجيستر انا هنا عملت ايه جبت البيز ادريس بتاع ايه الاري اللي اسمها ايه وحطته في ارزيرو هو انا عايز اعمل ايه هنا انا عندي اري اسمها ايه الاري دي فهي اربعة فاربعة يعني فيها الارقام من واحد لستطاشر واحنا عايزين نعمل ايه كتسهيلا بس عشان نفهم ازاي بنجيب الادرسيز بتاع طو دي اري قلنا ان احنا الاول هنقول ان احنا بنجمع بس الايتمز بتاعتها زي السؤال الاولاني ان كنا بنجمع في الايتمز بس فان دي اري هنا برضه عايزين نجمع الايتمز بتاع طو دي اري يبقى هي ارري فيها ستاشر ايتم اربعة فاربعة وانا عايزة اعمل ايه عايزة عدي على كل الايتمز دول وجمعهم في الاريبل اللي اسمه sum فانا هعمل ايه هجيب اللي اقدر اجيبه اقدر اجيب البيز ادرس بتاع الايه اما اقول لي سوي ايه كده يبقى انا جبت البيز ادرس بتاع الايه وحطيته في الار zero وهقول ان الار one ده هجمع فيه السم هخليه الاول ب zero وكل ما اجيب ايتم هجمعه على الار one ده لغاية ما يبقى معايا السم بتاع مجموع الايتمز كله والار اتنين ده حطيت فيه بتاعي. ليه? لان احنا قلنا واحنا بنحسب حسابتنا علشان نجيب احنا في يعني عند الادرس الفلاني محتاجين نعرف كل روء بتاعه قد ايه. وعشان احنا في الحالة بتاعتنا دي الصيز بتاع الروز هو نفسه الصيز بتاع الكولومز فاحنا ايه? عملنا صيز واحد بس هو مفروض هنا يبقى باربعة مش بعشر. تمام? يعني دي غلطة من عندي. ده المفروض اربعة. تمام? يبقى حطينا الصيز اللي هو اربعة ده في ار اتنين. وبعد كده الار اربعة والار خمسة قلنا دول هنعتبرهم الكاونترز بتوع الاتنين لوب بتاعتنا. الار اربعة يبقى الكاونتر بتاع اللوب اللي برا اللي هي بتلفة على الروز. والار خمسة يبقى الكاونتر بتاع اللوب اللي جوه اللي هي بتلفة على الار ايتمز اللي جوه كل رو. تمام كده الحد هنا? تمام. تمام. احنا بقى عايزين نعمل ايه? هدفنا ان احنا نجيب ايتم ايتم ونجمعه على الصن اللي موجود في ار وان. طيب. انا عشان اجيب اي ايتم. يعني بلاش اول مرة هندخل في اللوب لان دي سهل اول ايتم هو اللي عند البيز ادرس. وتاني ايتم يعني خلينا ناخد ايتم بعيد شوية. احنا عايزين نعمل حاجة جنرال اللي هي تنفع في كل مرة هنلف فيها جوه اللوب دي. يبقى انا عشان جيب الادرس بتاع اي ايتم جنرال جوه الري دي. هجيب الادرس بتاعه ازاي? قلنا بالفكرة اللي هنا. هنستخدم البيز ادرس اللي احنا جبناه وحطناه في R zero. هنستخدم البيز ادرس ده. في ان احنا نجمع عليه افست. الافست ده يوصلنا للادرس بتاع الايتم اللي انا عايز اجمعه ده. طيب الافست ده احسبه ازاي اللي انا لو جمعته على البيز ادرس باناوصلت الادرس بتاع الايتم الحالي بتاع اللوب اللي احنا فيها دلوقتي. الافست ده هحسبه بانه هو ايه? عدد الايتمس اللي قابلي من بداية الاري لحد لحد الايتم ده وعدد الايتم ده بعد كده اضربه في الصيز بتاع كل ايتم لحد نصف فترة ده تمام ان احنا علشان نوصل الادرس بتاع اي ايتم في الاري محتاجة شوف كان قبل الايتم ده فيه كم ايتم من بداية الاري والايتم دول اضربهم في الصيز بتاع كل ايتم منهم يبقى انا جبت الـ المسافه اللي بيني وبين البرس في ال времени احنا قلنا في المموري هما متسايفين وارا بعض كده الرو silorthاني بعد كده احطير الرو الثاني بعد كده احطير الرو الثالث وهكذا فعشان اوصل لاي ايتم انا محتاجة شوف المسافه اللي بيني دلوقتي وبين البرس هاجبها ازاي هشوف كم ايتم بينى وبين البرس واضربه في بتاع كل ايضا. الحالب دي هنا تمام? تماما شمال الناس وحدك بس اه الرو في الان. اه يا الان دي هنا بتعبر انا يعني تمثل ايه? بتعبر عن بتاع الرو الواحد. يعني كل رو من دول بتاعه كم? لو هي ام في ان ماتريكس. يبقى ان ده بتاع كل رو يعني. تمام اللي هو عندي اربعة مفروض. اللي هو عندي اربعة برض. تمام. يعني خلينا نكتب بدل الان. اللي هي الصيز يعني. طيب. عموما انت فهمت يعني ان هي الصيز تمام? تمام اه. تمام. يبقى احنا عايزين نعرف كان قابلي كم ايتم واضربه في الصيز بتاع كل ايتم. طيب كان قابلي كم ايتم بجيبه ازاي? زي ما انت قلت كده بشوف قابلي كامره واضربه في حجم الرو ده. وبعد كده اجمع عليهم الايتم اللي هي في الرول اللي انا فيه دلوقتي. اللي هي بعرفها من الكاونتر بقى اللي بيلف جوا الرو ده. ايش احنا قلنا في كاونتر بيلف على الروز من بره. وفي كاونتر تامي بيلف على كول رو من جوه. فانا لو عايزة اعرف انا كان قابلي كام رو. فهشوف الكاونتر اللي بره اللي اسمه i. ولو عايزة اعرف كان قابلي كام ايتم في الرول اللي انا فيه دلوقتي. يبقى هشوف الكاونتر بتعلوب اللي جوة اللي هو اسمه j. او colom مثلا. تمام لحد دلوقتي? تمام. تمام. يبقى انا هنا هعمل ايه علشان اوصل احسب كام ايتم قبلي انا عايزة في الاخر ان R6 ده يبقى فيه كام ايتم قبلي عشان اما اضربه في ال size واجمعه على ال biz address يبقى كده وصلت للادرس بتاع الايتم الحالي. احسب ازاي بقى كام ايتم وحطه في R6. هجيب ال R4 اللي هو بيعبر عن الكاونتر بتاع اللوب اللي برا اللي هو بيعبر عن كام رو قبلي واضربه في ال size اللي هو موجود في R2. يبقى احنا مسلا لو في الرو رقم 3 مسلا يبقى هياخد 3 ويدربها في 4 يبقى 12. وبعد كده يشوف احنا في الكولوم الكام اللي هو موجود في R5. R5 ده الكاونتر بتاع اللوب اللي جوه. هيشوف منها احنا في الكولوم رقم كام. يبقى هيعرف في كان فيه كام كام قلم انت قابلي في الرو الحالي دلوقتي. ويجمعه على عدد الايتم اللي كانت في الرو اللي قابلي. اللي هو كان في R6. يعني لو دي القرية بتاعتنا اللي هم اللي اربعة. معلش يانجلش اخوطة غريبة. R4 هيكون في ايه هيكون في احنا مسلا ونفرض هنا. يبقى R4 ده هيكون في الاي او الكاونتر بتاع اللوب اللي برا. اللي هو بيقول انا دلوقتي في الرو ده ولا في الرو ده ولا في الرو ده. فهنا لو ده مثلا هنا الرو زيرو وهنا الرو واحد وهنا الرو اتنين. فR4 هيكون في اتنين. اللي هو فعلا عدد الروز اللي قابلي. وR5 هيكون في ايه هيكون في زيرو واحد. واحنا دلوقتي في تلاتة فR5 هيكون في اتنين قصدي فR5 هيكون في اتنين برضو. يبقى يبقى اتنين دي فعلا عدد الايتمز اللي قابلي في الرو الحالي. يبقى انا لو عايزة عدد الايتمز دول كلهم اللي هما واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة. يعني التمانية اللي فوق دول واجمع عليهم الاتنين دول. عشان اجيب التمانية اللي فوق دول. هاخد رقم الروق اللي هو موجود في R4 اللي هو باتنين. واضربه في الصيز اللي هو اربعة. يبقى كده جبت التمانية دول. اربعة في اتنين بتمانية. فكيه اجمع عليهم الاتنين دول اللي هو هعرف منين ان هما اتنين من الR5 اللي هو في احنا دلوقتي في الايتم الكام في الرو ده. فهو هيبقى فيه اتنين. فهما فعلا انا كان قابلي اتنين ايتمز. فلو جمعتهم على التمانية يبقى كده كان قابلي عشرة ايتمز. العشرة ايتمز دول بقى هيبقوا في R6. اضربهم في اربعة اللي هو الحجم بتاع كل ايتم. واجمعهم على البيز ادرس بتاع الايه? اللي هو الادرس بتاع اول ايلمنت. يبقى انا كده جبت الادرس بتاع الايلمنت ده. تمام. تمام واضح يعني? اه معي. تمام. طيب في حد عنده مشكلة في ازاي بنجيب الادرس بتاع الايتمز. قبل ما نشوف ان احنا هنضرب بقى وكده. احنا بقى هنا في السؤال اساسا كان عايز ايه? ما كانش عايز نجمع الايتمز. هو كان عايز ان احنا هنضرب الماتريكس دي في فيكتور والنتيجة هنحطها في فيكتور تاني. يعني كان مدلنا الماتريكس بتاعاتنا اللي اسمها ايه? هنضربها في الفيكتور اللي هو اكس ده. والنتيجة هنحطها في زد. في فيكتور تاني اسمه زد. طيب احنا من الرياضة كنا عارفين عشان نجيب اي في النتيجة ده. يعني الفيكتور اللي هو زد اللي هو الريزلت ده. اي ايتم فيه كنا بنحسبه ازاي? بنجيب الرو المناظر ليه يعني ونضربه كله في الفيكتور اللي احنا بنضرب فيه. يعني بنروح على الماتريكس ناخد منها الرو المناظر للايتم ده ونضربه في الفيكتور. بنضربه ازاي? بنضرب element element. كل element في اللي يقابله يعني. فمثلا لو بصنا على زد وان ده كنا بنجيبه ازاي? كنا بنضرب الرو ده كله في الفيكتور ده. كل element نضربه في المناظر ليه. فكنا بنعمل كده يعني. فلو خدنا بالنا هنلاقي ان مثلا كنت بعمل ايه? كنت بضرب ايه اوف وان وزيرو ده في اكس اوف زيرو. وبعد كده اي اوف وان وان في اكس اوف وان. فهناخد بالنا ان دايما الاندكس بتاع الاكس اللي بضرب فيه بيساوي الاندكس اللي هو تاني اندكس في الايه. يعني اقدر انا هدفي اعمل ايه? هدفي اوصل لجنرال اكسبريشن يعني استخدمه عشان احطه في فور لوب تعدي على كل الاليمنت. فانا عشان اوصل للريليشن ما بينهم يعني خدت بالي ان دايما ايه احنا او مش يعني مش خدت بالي هو ده اللي فعلا بيحصل ان هو كل الاندكس هنا باضربه فاللي 喝 aumento هنا. يعني اول الاندكس هنا باضربه في اول واحد. تاني الاندكس هنا في اول واحد. ثالث الاندكس بتاع الالمنت جوة الرو هو نفس الاندكس بتاع الالمنت جوة ال非كتر فعشان كده هنقول إن الاتنين لو هنقول يعني general expression لهم هنقول إن إحنا بناخد الاندكس في الرو بيساوي الاندكس في الفيكتور اللي هنسميه مثلا كولم يعني أنا مثلا في العنصر الأولاني في الرو هنا يبقى أنا هضربه في العنصر الأولاني في الفيكتور هنا أنا في العنصر التاني في الرو يبقى هضربه في العنصر التاني في الفيكتور وهكذا طيب فيه اندكس تاني في الماتريكس اللي هو بيعبرلي عن أنا في أنهي رو أساسا فالاندكس ده هو نفس الاندكس اللي هو بتاع الاندكس اللي أنا بحسبه أساسا في الريزلت يعني في الآخر أنا بحسب الاندكس في الريزلت دي كل الاندكس في الريزلت دي عشان أحسبه بروح على الماتريكس للرو اللي هو الانديكس بتاعه نفس الانديكس بتاع الالمنت اللي أنا عايز أحسبه ده وبعد كده جوه الرو ده بضرب بضرب item item يعني بنفس الانديكس الاتم الأولين يضربوا في الاتم الأولين الاتم التاني بضربه في الاتم التاني وهكذا وفي الآخر بجمع يعني بجمع رابط الاثنين الاولانين زائد الاثنين الثانين زائد الاثنين اللي بعديهم وهكذا. حد مش فاهم السطر بتاع السيدة بيعمل ايه? او احنا نفجي بناه ازاي? انا تماما شمال لسا? يبقى احنا في السيء قلنا علشان نعدي على الري كلها اللي هي تودي اري دي هنحتاج اتنين فور نوب. واحدة بتعدي على الروز واحدة جوه كل رو هتعدي على الايتم اللي في الرو ده. طيب لما نجيب كل ايتم هنعمل بيه ايه? كل ايتم هنضربه في ايتم تاني في الفيكتور. والنتيجة في الاخر هنفضل نجمعهم. نجمع الاربعة الدرج دول. ونحطهم في الاخر حاصل جمعهم دول نحطه في ايتم في الزت دي اللي هي بتعبر عن الريزوت بتاعت حاصل الدرج. يبقى الكود بتاع السي اللي هما لتلات سطور دول كلنا فاهمين هم مشغلين ازاي? او بيعملوا ايه بالزبط? طيب طيب احنا عملنا ايه بقى في الكود بتاعنا حطينا الاكس والايه دول حطناهم في الرو. عشان كده قلنا له يحطها في الكود في الريد اونلي. وزد بس هي اللي حطناها في الرام عشان احنا عايدين البروسيسور يعني يضرب ويحسبها ويسيب فيها. وقلنا ان احنا الايه بتاعتنا دي هتتحط رو بي رو. اسمها رو ميجور اردو. يعني بترتيب الايتمز كده اللي انا اديتها له هو يعني ملوش دعوة الايتمز دي كالت بتاعت الروز ولا بتاعت كولومز هو بياخد كل فاليو من دول ويحجز لها اربعة بايات في الميموري ويحطها فيها. يعني في الاخر احنا كل اللي يهمنا ان الميموري بتاعتنا هيكون فيها دول كلهم وراء بعض زي ما قلنا قبل كده. وده الكود اللي احنا عملناه قلنا ان احنا لو بصنا في السي الاول هاي. حد عايز يسأل? او شو الناس معاش هوا? الزد اسبيس التاشر دي معناه ايه? تمام. اسبيس التاشر دي معناها ان الزد احجز لها ستاشر بايات. بس انا ما ادت لهواش يعني ايه الفرق بينها وبين الدي سي دي. الدي سي دي بتحجز في الميموري مكان بس بتحط فيه بتدي له انيشيال فاليو. يعني اما اقول له دي سي دي وان يبقى احجز اربعة بايات في الميموري يحط فيهم الفاليو وان. انما لما اقول له بس بس يبقى انا بقول له احجز اه ستاشر بايات في الميموري بس يعني لسه ما تحطش فيهم فاليوز يعني. احجزهم بس للفاريابل اللي اسمه زب. تمام. تمام? تمام. تمام. طيب احنا بقى في الكود بتاعنا كنا عايزين نعمل ايه? لو قلنا في السي الاول. في السي كنا عايزين نعدي على الروز من اول الرو زيرو لحد الرو اللي هو اصغر من اربعة. جوه كل رو هنعمل ايه? هنانشيالايز النتيجة الاول. الزد في الرو ده هنخليه بزيرو. وبعد كده هنعدي على كل ايتم في الرو ده جوه الايه? كل ايتم في الرو ده هنعمل فيه ايه? هنجيب الايتم ده ونضربه في الايتم المناظر ليه في الاكس ونتيجة الضرب دي نحطها في الزد. بعد كده نروح لتاني ايتم جوه نفس الرو برضو نضرب الايتم ده في المناظر ليه في الاكس ونجمعه على على اللي كنا حطناه المرة اللي فاتت في الزد فرو. وهكزا لغاية ما نخلص الاربع ايتمز اللي في الرول اولاني يبقى كده الفورلوب اللي جوه خلصت يبقى نطلع في الفورلوب اللي برا تودين على الرول اللي بعده وهكزا. حد عنده مشكلة في الكود في السي قبل ما نشوف في الاسامبيل عملنا ازاي? اولا الزد الرو دي بعملها بزيرو عشان هي ممكن يبقى فيها قيمة تانية اصلا? لا عشان احنا هنجمع عليها. يعني احنا قبل ما نجمع على حاجة لازم يبقى يبقى فيها بزيرو. ما تبقاش يعني فيها مثلا حاجة لدندن. احنا مش عارفين هي كان فيها ايه قبل كده مثلا. لو ما كانتش بزيرو. تمام. تمام? اه. ما هنجمع على حاجة يبقى الاول عايزين يبقى فيها انشيال فاليو بزيرو قبل ما نجمع عليها. تمام. تمام? لو لو في اي حد يعني عنده اي يعني عنده اي مشكلة مع الكود بتاع السي يعني يقول لنا الاول عشان ايه قبل ما نبدأ في الاسمبلي نبقى تفاهمين اساسا احنا بنعمل ايه هنا في السي. لو انا معرفتش اوصلها لكو يعني ممكن نفكر فيها بطريقة عين. تمام? احنا بقى في الاسمبلي عايزين نعمل ايه؟ عايزين برضو نعدي على كل الايتمز اللي في الاي دي وندربها مع ايتمز في الاكس ونحط القيمة في الزد. يبقى اذا انا عايزة يبقى معي البيز ادرس بتاع الاي والبيز ادرس بتاع الاكس والبيز ادرس بتاع الزد. تمام؟ انا بقى هعمل ايه؟ عايزة التلاتة انستروكشنز دول جبت بيهم البيز ادرس بتاع كل واحدة منهم وحطتها في ريجستر. وهنا حطيت الصيز اللي هو باربعة حطته في الار اتنين برضو. ليه؟ لان انا هحتاجه واضرب في قدام. طيب الار زيرو والار هاهتبرهم لمفتenn بctar الفورلوب بتاع او الفورلوب اللي برا اللي هي الكونتر بتاعها في السي كنامسميينو رو. والر دي هنحط فيها مفت�� الكونتر بتاعة الفورلوب اللي جوّه فيها اللي هي بتعدي علي كل الواقع جواه كلرو اللي كنامسميين نو secrets سمينا مسميين مفسنين في السي كولمه. وطبعا كنام دمناا في الاوال الاثنين values ب zero لان احنا ايه زي عملنا لهم initialize ب zero يعني يبقى دلوقتي معانا ايه معانا R0 و R1 دول فيهم الكاونترز بتوع للاثنين for loop ومعانا R2 فيها الsize اللي هو باربعة ومعانا الثلاثة base address بتوع الثلاثة arrays احنا بقى هنعمل ايه في الفورلوب الاولانية احنا عايزين نلف فيها لغاية ما يبقى الro ده بيساوي الsize طول ما هو اصغر من الsize يبقى احنا هنفضل نلف يبقى احنا اول حاجة هنعملها في الاوتر loop ان احنا هنعمل تشيكها على الر zero ده الكاونتر بتعرفه اللوب اللي بره هنقرنه بالsize هل هو بقى بيساوي الsize لو بقى بيساوي الsize كمبير دي بتعمل ايه بتاخدوا الاثنين دول تتراحهم من بعض فلو تراحتهم من بعض لقت النتيجة ب zero يبقى احنا كده خلصنا اللوب اللي بره دي وهن وهنقوله branch للend outer loop اللي هي خلاص اخر الكود بتاعنا بعديه end خلاص يبقى احنا في السطرين دول بنعمل ايه بنشوف امتى هنطلع بره اللوب الاولانية دي طيب لو لو الكاونتر بتاعنا لسه ما وصلش باربعة يبقى احنا لسه بنلف جوه اللوب اللي بره دي طيب هنعمل ايه بقى اول حاجة هننشيلايز الكولوم ده بزيرو اللي هو الكاونتر بتاع الفلوب اللي جوه وهننشيلايز الزد فرو بزيرو طيب الزد فرو ده اللي هو فين اللي هو عند البيز ادرس بتاع الزد طيب احنا مش هنروح نحط نخزن في الزد فرو قبل ما نجمع كل القيم بتاعته جوه اللوب اللي جوه دي يبقى الاول هنقول ان احنا مؤقتا هنحط زد فرو ده في R8 وR8 دي بقى هي اللي هنقعد نجمع عليها القيم بتاعت زد فرو وفي الاخر بعد ما نخلص هنعمل ستور للR8 ده يبقى شايفين تحت احنا هنا الR8 دي هنعمل لها ستور في المكان في الميموري هنشوف هنجيب المكان ازاي بس الR8 دي هي اللي هنجمع فيها الزد فرو وفي الاخر نعمله ستور في الميموري طيب الR8 دي هنخليها الاول بزيرو طبعا ما هنجمع فيها يبقى الاول نحط فيها قيمة بزيرو وبعد كده نخش الفورلوب اللي جوه الفورلوب اللي جوه اول ما نخش فيها هنعمل ايه برضو هنتشيك هل احنا وصلنا يعني لفنا فيها لغاية ما خلصنا الاربع ايتمز اللي في الرو ولا لأ يبقى ها قارن الكاونتر بتاع الفورلوب اللي جوه بالسيز قلنا الكاونتر بتاع اللي جوه اللي هو الكولوم ده حطنا في R1 يبقى هاكمبير الR1 مع الR2 اللي هي فيها لسيز ولو طلعوا اللي اتنين بيساوي بعض يبقى هروح للإند إينار لوب لآخر اللوب اللي في جوه يبقى انا عاملة لابل مسميها الإند إينار لوب ده ايه اللي هروح له لو خلاص انا عديت على الاربع ايتمز اللي في الرو طيب لو انا لست بقى مخلصتش الاربع ايتمز المفروض هاعمل ايه المفروض اول حاجة عايزين نجيب الX في كولوم عايزين نجيب الX اللي هنضرب فيها اللي هي دي طيب الاول لحد هنا تمام قبل ما نشوفها ازاي هنجيب الX في كولوم والA في رو كولوم باش مهندسة وفي الجزء اللي هو بتاع الاوتر لوب ان عملت موف ار وان زيرو ليه احتاجت ان انا اعمل لها عاريا اعمل لها زيرو وما انا كده كده اعمل لها فوق تمام هو ده سؤال حالي ليه احطها تاني بزيرو لان ولنفرض احنا دلوقتي في الرول اولاني اللي هو روب زيرو مش هدخل اللوب اللي جوا تاني وخلاص بقى هارجع لللوب اللي برا اخلي الروب 1 طب دلوقتي الروب 1 والكولوم لسه بفور اخر قيمة كان فيها قبل كده يبقى محتاج ارجع تاني الكولوم بزيرو عشان ابدأ الف تاني جوا روب زيرو ايو ايو افهم تمام ووقتها احنا ممكن نشيل بقى الانشيلايز اللي فوق ده طالما انا كده كده هعمل له انشيلايز هنا فهم قصدي يعني تاني سطر ده ممكن نشيل خلاص بسطرنا تمام باي مش مهندسة انا سمعت اللي هو بتاع الار تمانية ماشي وعدك قلت قد ده معنى ايه احنا قلنا ار تمانية ده هنجمع فيه الزد فرو مش احنا الزد فرو دي ده الايتم واحد من الايتم بتوع النتيجة احنا النتيجة بتاعتنا الفكتور اللي اسمه زد ده فيه اربعة ايتم فاحنا هنقول الار تمانية ده اللي هنجمع فيه واحد من الزد فرو اللي هو واحد من الايتم اللي اربعة دول هخليه الاول بزيرو وبعد كده ادخل جوا الفور لوب دي جوا كل مرة في الفور لوب اللي جوا هحسب قيمة واجمعها جواه لغاية ما اخلص الاربع مرات بتاعت الفور لوب اللي جوا يبقى انا كده الار تمانية فيه القيمة النهائية بتاعت الزد فرو اللي هي مثلا زد في زيرو او زد في وان وهكذا تالما انا وصلت بقى للكيمة النهائية يبقى الفور لوب اللي جوا دي خلصت بعد ما خلص الفور لوب اللي جوا دي يبقى معايا القيمة النهائية بتاعت زد فرو اروح بقى في الميموريا عمل لها ستور عمل لها ستور في R5 صح؟ R5 ده البيز ادرس بتاع الزد بس احنا مش عارفين احنا كل مرة هنجمع هنعمل ستور عند البيز ادرس ولا محتاجين بيز ادرس زائد اوفست؟ هل انا بقى في اول واحد ولا في تاني واحد ولا في تالت واحد؟ محتاجين بيز ادرس زائد حاجة الحاجة دي هتبقى في زيرو في اول ايتم وهتبقى مثلا باربعة في تاني ايتم وهكذا يبقى انا محتاجة اجمع البيز ادرس حاجة الحاجة دي اللي هي هتبقى عبارة عن الارز زيرو اللي هو انا في اanni رو ومضروبة في اربعة عشان حاجم كل اتم في اربعة لو انا في الرو رقم سمص ووزي بقى في اول ايتم هنجم ASH عشان حاجم كل ايتم الزارح لو انا في الرو رقم اتنين يبقى في ا smack مجموعة عليه اتنين فاربعة اللي هم تمانية. فاهم قصدي? يعني انا الستور دي انا بعمل مرة واحدة استور في الاخر خالص عشان اجيب الا اه 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 طلع تماما انا نسيت حاجة ماشي. احنا بنين بنين نعمل اربع مرات استور. ايو 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 انا بهمت. اعمل استور لزد في زيرو واعمل استور لزد في وان واعمل استور لزد في اتنين وهكذا. يعني انا اربع مرات هعمل استور. بحيث ان احطته في اخر في فيكتور يعني. بالضبط كبير. تمام? تمام شوالناس. يبقى انا في النتيجة هي الزد دي وفي اخرها بعد ما خلص الفور اللي جوة هحتاج استور الايتم ده قبل ما ابدأ احسب ايتم جديد. يعني انا في اول مرة مسلا اعدت اجمع لغاية ما حسبت زد في زيرو. بعد كده اعمل استور لزد في زيرو دي قبل ما لف اخد رو جديد وبقى دلوقتي بابدأ احسب الزد في وان. تمام كده? تمام اشوالناس. تمام. طيب احنا بقى دلوقتي عايزين نشوف ازاي هنجيب الاكس في كولوم والايف رو كولوم دول. تمام? طيب هنجيب الاكس في كولوم ازاي? انا معايا البيز ادريس بتاع البيز ادريس ده اما اجيب الي عند البيز ادريس ده ياتم اجيب الي عند البيز ادريس ما جميع عليه. يبقى انا عشان اجيب الاكس في كولوم هاخد البيز ادريس بتاعها اللي هو في عر 4 واجمع عليه عر 1 اللي هو بيقول انا في انهي رو مضروب في 4. تمام كده. أنا في أنهي كولوم قصدي. ليه خدنا اللي هو أروان اللي هو بيقول أنا في أنهي كولوم لأن إحنا زي ما شفنا هنا قلنا إن إحنا كل آيتم في الروق بضربه في الآيتم المناظر ليه في الفيكتور اللي هو برضو هيكون بيساوي الكولوم ده. الاندكس بتاعه بيساوي الكولوم ده. فاهمين قصدي? تمام? عالش أنا مش محوريك في الحتة دي يعني أنا آآ آآ عايز أعمل إيه بالضبط التاني? أنا عايز أعرف أجيب أنا دلوقتي جوه الفيكتور اللي بتحسب مثلا كيمة الآيتم زد في وندا. تمام? مم. فأنا عايز أعدي على الأربعة آيتم زد اللي في الروق ده كل آيتم منهم أضربه في آيتم المناظر ليه في الفيكتور. تمام. فهنلاقي هنا ايه العلاقة ما بينهم اللي باضربهم في بعض كل اتنين باضربهم في بعض دول ايه العلاقة ما بينهم? الكولوم آآ رقم الكولوم هنا آآ هو نفس الاندكس بتاع الايتم اللي في الاكس ده. فعشان كده لو قلت اكس اوف كولوم اللي هو نفس رقم الكولوم هنا يبقى أنا كده حققت ان كل ايتم هنا باضربه في المناظر ليه في الفيكتور. تمام. تمام? يبقى دي بس عشان نفهم احنا ليه بنقول اكس اوف كولوم. يبقى احنا في الاسيمبلي بقى عشان نجيب الادرس بتاع الايتم اللي في الاكس اللي عليه الدور ده اللي هو اكس اوف كولوم ده هعمل ايه? هجيب اجيب رقم الكولوم ده اللي هو في ار وان. واضربه في اربعة. يبقى انا كده جبت الايتمز اللي هجمعه او الاوف ست اللي هجمعه على البيز ادرس بتاع الاكس. اقدر اجيب منه الاكس في اوف. تمام تمام. تمام? واصلت ولا بسه في حد ما واصلتش معايه? باش ماندسوا انا كده بلود الادرس ولا داتا? لأ انا اللي بينك وصين مربعين دول ده الادرس اللي بلود من عنده داتا وحطها في الار ستة دي مثلا. تمام. تمام? يبقى انا عايز اوصل للادرس اللي هلود منه الداتا. اجيب ازاي بقى الادرس اللي هلود منه الداتا. هستخدم البيز ادرس بتاع الاكس اللي هو موجود في ار اربعة. اجمع عليه انا في انهي كولوم دلوقتي مضروب في اربعة. تمام كده? تماما. تمام. معنى اللي مكتوب في الكوسين بقول ان انا باخد الار وان الاول اضربها في اربعة بعد كده جمعها على الار اربعة. يبقى كده جبت الادرس اللي هروح عنده الود دقتا وحطها في ار ستة. تماما. تمام. طيب. يبقى احنا كده جبنا الاكسل في كولوم. دلوقتي بقى عايزين نجيب ايه? عايزين نجيب ايه? اوفرو وكولوم. نجيبه ازاي? قلنا ان احنا برضو هيبقى معانا ببيز ادرس بتاع الايه? وهنبقى عايزين نحسب قفسة ما بيننا وبين البيز ادرس. نجمعه عليه. ونوصل الادرس بتاع الايتم اللي انا عايزة الوده ده. اللي هو اوفرو وكولوم ده. يبقى عشان الود اوفرو وكولوم وحطه مثلا في ار سبعة. يبقى انا محتاجة البيز ادرس بتاع الايه اللي هو في ار تلاتة. كنا حطونا فوق في ار تلاتة هو. اجمع عليه ايه? اجمع عليه عدد الايتم اللي قابلي مضروب في اربعة اللي هو الصيز بتاع كل ايتم. طب عدد الايتم اللي قابلي اجيبه ازاي? اجيب ان انا شوف انا كان قابلي كامرو اللي هو الار زيرو بيشيل الاندكس بتاع الروز. واضربه في الصيز بتاع كل رو. وبعد كده يعني عدد الروز اللي قابلي مضروبة في الصيز بتاع كل رو ده. اجمع عليه. انا في انهي كولوم دلوقتي. او الاندكس اللي اسمه كولوم ده. راقمه كام دلوقتي. يبقى هو ده اللي بيحصل في السطرين دول. ان انا بس بحسب كام ايتم كانوا قابلي لحد الايتم اللي هو انا عايزة لروده دلوقتي. كام ايتم كانوا قابلي يبقى هاخد انا في الرو رقم كام من ار زيرو. اضربها في الصيز اللي هو اربعة. وبعد كده اجمع عليها انا في الكولوم رقم كام اللي هو في ار وان. واحطها برضو في ار تسعة. ار تسعة دي فيها عدد الايتم اللي بيني وبين اول ايتم في الري. اللي هم عدد الايتم اللي كانوا قابلي في الري. عدد الايتم اللي كانوا قابلي دول لو ضربتهم في اربعة اللي هو الصيز بتاع كل ايتم. يبقى انا جبت الافست اللي ما بيني وما بين البيز ادرس اللي هو في ار تلاتة. يبقى لو جمعت الافست اللي انا حسبته ده على الار تلاتة اللي هي فيها البيز ادرس. يبقى انا كده قدرت اولود اي اوف رو كولوم واحطتها في الار سبعة. تمام كده? تمام يا مش مهندسة. تمام. حد عنده اي مشكلة في ازاي عملنا لود لل اكس اوف كولوم او ازاي عملنا لود لل اوف رو كولوم? طيب. احنا كده جبنا الاكس في كولوم. الفالي بتاعتها هتناف ار سبعة. او ار سبعة. وانا كده بتاعته ار عشرة. يبقى حاصل الضرب بتاع ايه? المتاح اطناف ار عشرة. طيب. بشي احنا كده كده كويل? او اه تمام ممكن بس عليك تعمل اي ميوت اقول لشان او ناس بس وخلاص. تمام. هو عمل ميوت تمام. تمام. يبقى احنا دلوقتي معانا ار ستة في الاكس اوف كولوم. ومعانا الار سبعة في الاي اوف رو كولوم. هم دول اللي انا عايزة اضربهم في بعض. يبقى هضربهم في بعض. اعمل لهم ملتيبلاي الار ستة والار سبعة. واحطهم في ريجستر ار عشرة. طيب. انا كنا اتفقنا ان ار تمانية دي اللي هجمع فيها الزد في رو. اللي هو كل ايتم من الريزلت بتاعت. اللي هي الفكتور بتاع الريزلت اللي هو اسمه زد. يبقى انا عايزة في الار تمانية ده اجمع بقى حاصل الضرب ده. يبقى انا هاخد الار تمانية القديمة. اجمع عليها حاصل الضرب اللي انا جبته في ار عشرة. واحطها تاني في ار تمانية. عشان انا ملف تاني في الانر لوب. يبقى هاخد ايتم جديد جوه نفس الرو اللي انا فيه. وبرضو احسب له حاصل الضرب ده. واجمعه بعده برضو على الار تمانية. لغاية ما خلص الانر لوب دي. يبقى انا كده خلصت الزد في رو او والمفرد مسلا زد في زيرو. جمعت كل قيم بتاعته. ساعتها بقى اقدر اعمل له ستور في الميموري. وبعد كده ازود بقى الرو بون والف بقى على 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 لوب جديدة. يعني اخد رو جديد واحسب بي زده في رو جديد او هكذا. مين حاسس ان الدنيا وصلت له شوية او الدنيا وضحت معه شوية? او انا تمام بشو مرسل. او او انا برضو تمام. 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 لو فيه حد لسه عنده اي مشكلة يعني يقول ونحاول نفكر بطريقة تانية مسلا او حي. انا بس حابة يعني قبل الكويس وقبل الميتر متبقى الجزء ده واضح بالنسبة لكم. طيب تمام. طيب تحبوا نتكلم على حاجة تانية او فيه حد عنده اي مشكلة في اي حاجة بالبرنامج او باي لاب من الاتنين سواء لاب وانا البرنامج بيبعث لي زي ايرو كده ممكن انا هبعثوا حضورة بالبرنامج. ماشي تمام. ماشي تمام. هوا ممكن بس لو اي حد عنده سؤالي يسألوا وببرنامج. باش ماندي سمعليش ممكن ترجعلي للسطايت ستانية. تمام. هوا انا اه اه احضك سمعيني. سمعيك. طيب بعد ما خلصت بقى اه اه الانر لوب ممكن حكيتو ايه بعدش هنعمل ايه بالزبط. تمام. احنا في كل لوب جو يعني الانر لوب دي فايدتها ان هي تحسب زد في زيرو زد في وان زد في تو زد في سري. يبقى بعد ما كل لوب من اللي جوه دي تخلص يبقى انا مثلا في اول مرة حسبت زد في زيرو خلاص. يبقى انا عايزة اروح في الميموري استور زد في زيرو دي قبل ما ابدأ احسب في زد في وان. طيب زد في زيرو دي هتبقى دلوقتي موجودة في ار تمانية. احنا قلنا ار تمانية دي اللي هنجمع فيها حاصل الضرب بتاع كل ايتم في الايه مضروب في اللي بيقابله في اللي بيقابله في الاكس يعني. فار تمانية دي هي دلوقتي اللي فيها زد في زيرو مثلا. انا عايزة عمل لها ستور في الميموري. هعمل لها ستور فين? عند ادرس. طب الادرس ده اجيبه ازاي? هجيبه بالباز ادرس بتاع الزد اللي هو انا كنت جبته وحطته في الار خمسة. يبقى ار خمسة دي اللي فيها البيز ادرس بتاع الزد. طيب انا مسلا عند زد في زيرو دلوقتي. يبقى ار زيرو دلوقتي بزيرو. ار زيرو دي اللي هي انا فانهي بزيرو. زيرو اضربها يبقى انا كده اول ايتم خزنته عند البيز ادرس على طول. طب انا مثلا افرض انا دلوقتي عند زد في وان مش زد في زيرو. لو انا عند زد في وان. معلشة شون ساقطت معلشة. اتفضل. هو كده معناها ان زد في زيرو هتتتخزن في في البيز ادرس. بالظبط. مش كده معناها ان هي تتخزن في البيز ادرس بلاس اربع بايت. لا احنا عايزين زد في وان بقى هي اللي تتخزن عند البيز ادرس بلاس بلاس اربع. ايه بس مش معنا الكود اللي مكتوب كده ان هي اه زد في زيرو هتتخزن في في البيز ادرس اه مجموعة ليه اربع بايت. ليه? احنا الارف زيرو كانت بزيرو صح? واحنا ما عملناش update لارف زيرو زودنا عليها واحد غير بعد ما أخذنه. غير بعد ما عملنا. يعني كل ده الارف زيرو ما تغيرتش خالص. الارف زيرو الحد هنا هي بتزيرو هي. هنضربها في اربعة فهي بتزيرو لسه. اجمعها على البيز ادرس يبقى الادرس اللي انا هخذن عنده زده في زيرو هو الارift خمسة اللي هو البيز ادرس. وبعد كده ه ها update لارف زيرو بقى ازود عليها الان. لو زودت. ايها وان. ايها جديدة هكون فيها بحث بالزيد في وان. وما اجي اوصل هنا وعايز اعمل يبقى هلاقي ارزيرو دي فيها وان. اضرب وان فاربعة اللي هو يعني. يبقى هاجمة على البيز ادرس اربعة. يبقى اذا الزيد في وان دي هخزنها عند البيز ادرس بلاس فور. تمام تمام انا خلاص كده فهمت. ايها شون لسا انا بعدت الاروة. طبعا هو مش فاهم الريكتف اللي اسمه رسيت ده طبعا. فهو احنا هنعمل ايه? الاول انت ما عملتش كابي للستارتوب فايل صح? يعني. يعني وانت بتعمل كريات لبروجيكت لما هو قالك تحب بتعمل كابي الستارتوب فايل انت قلت له لأ. قلت له نو ولا ما قلت لهش. هو انا مش فاكرا الصراحة. بس ممكن عايد تسطيبه تاني مش مشاهد. لا مش تسطيبه هو بس ان انت تعمل بروجيكت جديد. يعني. اه. يعني بص خلينا هنا في الكايل. انا عايز اعمل بروجيكت جديد. هو اولا انت لو مع لو عملت له كابي هتلاقيه هنا تحت السورس جروب ده. يعني تحت السورس جروب هتلاقي مش هتلاقي بس الفايل بتاعك لدوت اس بتاعك. لا هتلاقي فايل تاني اسمه ستارتوب فايل. هل موجود عندك? رحت فين? سمعيني طيب? اه انا عايز اعمل. سمعيني. اه هو انا موجود برضو عندي اه موضوع الستارتوب مكتبتي اه ستارتوب اه تي ام فور سي وان تو سري. تمام هي دي المشكلة بقى لان احنا قلنا ان الستارتوب فايل ده بيبقى فيه الريست فيكتورز اساسا. فانت ما ينفعش تيجي تقوله تاني ان فيه ريست فيكتورز دانيا. هو كده مش عارف يروح لقاني ريست فيكتورز. فهو المفروض ان احنا مش بنكتب ريست فيكتورز ده الجزء بتاع الريست ده غير لو احنا مش عاملين قابل الستارتوب فايل. يعني لما بنيجي نعمل كده كريات نيو بروجيكت. فهو هيسألك يعني بعد ما هيقول لك ادي اسم للبروجيكت بتاعك وتختار له فولدر وتختار الديفايس وكده في الاخر خلص هيسألك هيقول لك انت فعايز اعمل لك قابل الستارتوب فايل ولا لأ فانت مفروض تقول له لأ يعني. تمام او ممكن اسيبها بس امسح الاول جزء بتاع الانتاع الرسيت. بص هو انت لو سبتها يعني هتحتاج تعمل حاجات تانية لان هو الستارتوب فايل ده بيكسبكت منك ان انت عندك حاجة اسمها او او تعمل للسيستم يعني. فهايكسبكت منك ان انت مسلا عندك لابل هنا اسمه سيستم انت بتحط فيه انشيلايزيزيشن بقى للسيستم انت عايز السيستم بتاعك يانشيلايز ازاي. فاحنا يعني تبسيطا وتسهيلا احنا مش هن يعني لسه مش هنخش في التفاصيل دي. فعشان كده قلنا مش هنعمل قابل الستارتوب فايل وهنحط الريسيت فيكتورز البسيطة بتاعتنا دي. تمام. اه شكرا بشمان ديس. حمان. حد تاني عنده اي سؤال? بشمان ديسة على شوان انت بضغط على ده وعملت له هل فوقت شهر دلوقت? هل اه اه المارضاش برضو اداني نفس الايروش? او اعمل جرب تاني اعمل سيف قول من هنا وبلد الاول. هو عامة يعني القيل ساعات التزارجن كده. فما عارش يعني. لا لا تماما مش شوكا بشوان بس. اعمل سيف قول واعمل بلد تاني. وقول لي يعني هو مرات يعني ممكن يعني ما يرضاش بقى غير يعني تعمل مسلا نيو بروجيكت جديد بس ان شاء الله ما يحتاجش كده يعني. وقداني نفس الايروش فنازل بقى راحة لان انا اعمل من تاني. طيب ما عارش تجرب اعمل نيو بروجيكت وقول له من الاول انت مش عايز الستارت افايل يعني. خلاص تماما. هو لو اتبعت لي سات ايروش تاني ممكن ابيبعتها لحضرتك على تيم. طيب خلاص ما يمشي. وانا معيكو يعني لو فيها اي حد بعد حاجها هرد دعي على طول ان شاء الله. اعم شكرا بشوان بس. ايه. في حد تاني عنده اي سأل? اعم شكرا. ماشي. خلاص شكرا جدا. ديكو. ان شاء الله انا اخده بعد يعني هو مش هيبقى داخل في الكوز بس هيبقى داخل في المتر. فعشان كده محتاجين ناخده قابل الاجازة يعني. يعني المندوب قال لي ان احنا ان شاء الله مناسب معاكو بعد الامتحان بتاع الكوز. يوم الاربع غالبا. بعد الامتحان بقى ناخد اللاب تلاتة بتاعنا. تمام? تمام. شكرا. شكرا جزيزي. لو حد احب يبعاتي حاجة يسألني اهرد عليه ان شاء الله. يوم سايما عليكم. ترجمة نانسي قنقر